يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعمال توصيل خطوط مياه الشرب لمنازل قرية الكويت بمركز دشنا محافظة قنة بطول 4500 متر وبحجم استثمارات بلغ 4 ملايين جنيه لحل أزمة نقص المياه التي تعاني منها القرية منذ عشرة سنين وتخدم خطوط المياه ما يقرب من 660 أسرى من أهالي قرية وينفذ الخط ممتدا من خط المزرع القديم مارا بشوارع قرية إلى نهايتها بقطر 6 بوصات القرية دي تقريبا يقتلها 660 أسرى كان عندهم مشكلة بتعاني من نقص المياه فالحمد لله يعني بفضل ربنا وبفضل مبادرة رئيسية حياة كريمة قدرت أنها توصل المياه هنا للقرية وبدأت بالاشتراك مع التحالف الموطني ومؤسسة صناع الحياة أنه يبدأوا حفر الخطوط الرئيسية الموجودة هنا في المياه عشان يبدوها بمساحات حوالي 4500 متر أول ما بدأنا الخط هنا إن شاء الله يعني خدنا تصميم القرية بالكامل ونزلنا عملنا الشبكة بالكامل على موجودة القرية أنها تغطي القرية بالكامل فرعيات ورئيسيات من برة بدأنا بحوالي 3700 متر خط 6 بوصة 11 بار وبعدها دخلنا في الفرعيات الشوارع الداخلية حوالي 800 متر غاية 1000 متر تقريبا حوالي 4 بوصة 11 بار علشان ده نغطي القرية بالكامل يبقى سهل عينا بعد كده في المرحلة اللي جاينا حننفذ الوصلات في القرية يبقى كل قدام لكل بيت وصلته في حوالي أكتر بناخد من أول 1200 أسرة تقريبا طبعا ده موجود حالين لمسجل في شركة الماية بإذن الله برضو الباقي إن شاء الله نبدأ نسجله في شركة الماية ونوصله عددات ووصله وصلات الماية احنا هنا نزلنا في صناع الحياة عملنا استكشاف للقرية بما يقرب من شهرين تقريبا اتكلمنا مع شركة الماية وشفنا الحلول المناسبة للموضوع اتكلمنا أن يكون فيه خط رئيسي في القرية بطول 3600 متر مواسير 6 بوصة بعدها يكون فيه حوالي 800 متر مواسير فرعية اللي هي 4 بوصة تخدم الحراط والأماكن الدقيقة اللي مش هينفع فيها المواسير الكبيرة الحمد لله يعني الفترة الأخيرة يعني مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا حياة كريمة بدأت تنظر للقرى الفقيرة والقرى اللي هي محرومة ومعدومة وبدأت يعني ما شاء الله تعمل خدمات فيها وخصوصا يعني موضوع المية والصرف الصيح الحمد لله على كل حال يعني جهد مشكور لحياة كريمة والإخوة المهندسين القائمين على الموضوع الحمد لله يعني بدأنا يعني نلمس جهود على أرض الواقع دوركي بسم الله ما شاء الله يعني البركة في الدولة والبركة في السيسي والبركة في المسؤولين كلهم بصونا بصونا باشي وشغل عالي وتمام الله ينور على البلد وعلى السيسي وعلى الدولة كلها باشي وربنا يبالك في الدماء المسؤولين دولة والسيسي ورجالة السيسي تمام وراح يدبوننا إيا فروع المية وخطوط المية صراحة ربنا بالحفرات ووصلونا الخطوط شمالك ويمينك والخط الرئيسي وما سيبين نشي